تمكن أفراد الفاصلة الثالثة لأمن الطرقات بودرهو التابعة لسرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بغليزان أثناء تنفيذ خدمة خارجية متمثلة في شرطة المرور بالسردة التابعة للدرك الوطني بودرهو بالطريق السيار شرق غرب بعد مراقبة وتفتيش جرار طريقي بمقطورة قادمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري تم حجز كمية مقدرة ب51.840 عبوة من مشروبات كحولية من مختلف أنواع بدون رخصة بقيمة مالية تفوق 300 مليون سنتيم وتنفيذا لتعليمة نيابة تم إنجاز محضر قضائي مع حجز السلعة وتسليمها إلى مفاتيشية أملك الدولة بودرهو ترجمة نانسي قنقر